أو تمت هذه الحادثة بعد أخذك لأحد أصدقائك بالسيارة لمكان معين لم تكن على دراية بما يحمله هذا الإنسان خليك تجاوب لي على التفاصيل أنا أتفضل أنك تحكي لي القضية هي كما نقوله كما نقدر نحكيها لك لا أتمنى أن ندخل فيها باسكو على كل حال باسكو كالناس بالزاف تهموني وعلى أساس أني أنا اللي كنت انتاجر أنا اللي كنت انتاجر أنا ما فهمشو شنو هي الحاجة اللي تخليني ندخل في هذا الضغمان الحمد لله بخدمتي بشهريتي كما نقوله كافي وعافي الحمد لله يا ربي صارت حكاية أروحت كما نقوله غفار دينو ولا كبش فيداء ولا جزء ضحية نقول لك أنا نقولك أنا شنو السبة ديالي اللولة والأخرى أنا ما نقولك شا كما يهضر وزعمه شغول أنانية وأنا قلبي بيض أنا رحت شغول بهلول شفت كلمة بهاد الكلمة سمحولي على هد الكلمة بصحة نقولها أنا رح شغول بهلول تلموس ما شغول آمنت 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 رحت هكذاك ما شغول آمنت الناس إلفالي بان آمنهم استعملوني يعني أنت تؤكد وش هضرت أنا يعني أن تلك الأشياء اللي كانت في السيارة لم تكن ملكك المالك لتلك الأشياء في نقطة التفتيش قال بأنها ليست له صحيح وانت أكيد تقول بلي ماشي ديالي دوكم فهمك دوكم كنت أنا والسيد في تونوبيل كي حكموها السيد قالوا له تاك قال هم ماشي تاكي كي يجوا يسخصونينا بقينا بلي ماشي تاكي قالوا رسم ما شغول لنا رجال الأمن ولا نقدر نفهمه ماشي تاك ماشي تاك وحفيزوك الحمد لله همات يطلع عنا الشراع كل واحدة خدا حقه بارك الماضي